السلام عليكم ورحمة الله لو لاحظت في يوم وانت بتشغل سيارتك الصبح ان فيه دخان ازرق بيطلع من الشكمان يبقى لازم تعرف ان ده معناه ان السيارة بتحرق زيت والزيت ده بيطلع على شكل دخان ازرق مع اول تشغيل والموضوع ده مش بسيط لان غالبا بيكون فيه مشكلة داخل المحرك واللي بيحصل باختصار ان زيت المحرك دخل لغرفة الاحتراء واتخلط مع البنزين وبدأ يتحرق وفي بعض الاحيان المشكلة بتكون بسيطة وسهلة حلها زي ان يكون بل في التبخير مسدود وساعتها تقدر تغيره بسهولة ومن غير تكلفة كبيرة ولكن في حالات تانية للأسف الموضوع بيكون بسبب تلف داخلي في المحرك نفسه وده بيحتاج تصليح ممكن يكلفك مبلغ كبير وبرضه خليك فاكر لو الدخان اللي طالع ابيض او سود فده موضوع مختلف تماما علشان كده في حلقة النهاردة هنعرف اسباب خروج الدخان الازرق من الشاكمان وازاي تفرق بين الاسباب البسيطة والمشاكل الخطيرة اللي ممكن تدمر المحرك لو اعملتها يلا بينا نبدأ يلا بينا ايه هي اسباب خروج الدخان الازرق؟ دخان الازرق من الشاكمان علشان تفهم المشكلة صحة لازم تعرف ايه اللي ممكن يخل السيارة تحرق زيت ويطلع منها دخان ازرق ودي الاسباب اللي لازم تاخد بالك منها اولا تلف جلد البلوف من اكتر العلامات الواضحة على ان جلد البلوف فيها مشكلة انك تلاحظ دخان ازرق طالع من الشاكمان اول ما تشغل السيارة الصبح بدري وده بيحصل بسبب ان فيه شوية زيت بيكونوا موجودين فوق راس المحرك من اخر مرة السيارة اشتغلت فيها ولما السيارة بتفضل فترة بدون تشغيل الجلد دي بتبرد وتنكمل شوية وده بيخلي فيه فجوة صغيرة تسمح للزيت يعدي منها واول ما تشغل السيارة الزيت ده بيتسحب ويدخل غرفة الاحترق ويتحرق مع البنزين ووقتها يطلع لك الدخان الازرق من العادم كمان لو السيارة كانت وقفة في وضع الخمول لفترة طويلة يعني شغالة بدون ما تتحرك ممكن تلاحظ نفس الدخان الازرق كل ما تدوس بنزين طيب ايه اللي بيخلي جلد البلوف تتلف اصلا اكتر الاسباب الشاعة هي انك ما تغيرش زيت المحرك بانتظام او ان الجلد خلاص انتهى عمرها الافتراضي بعد رحلات طويلة يعني بعد اكتر من 200 الف كيلو متر او حتى بسبب تركبها بطريقة غير صحيحة من فني غير محترف ثانيا ضعف الشنابر الشنابر او البستور رينج عبارة عن حلقات معدنية بتكون حوالين البساتم ووظفتها الاساسية انها تنظم ضغط الزيت داخل المحرك وكمان تتحكم في كمية الزيت اللي المحرك بيستهلكها طيب امتى نقول ان الشنابر تلفة اول حاجة هتلاحظها لو الشنابر فيها تلف هي ان الشاكمان هيبدأ يطلع دخان ازرق كسيف وده بسبب ان زيت المحرك بيتصرب لغرفة الاحتراء ولما الزيت يتحرق يطلع لك دخان لونه ازرق ظاهر بوضوح ورا السيارة وفي الحالة دي لازم تعمل اختبار ضغط للمحرك علشان تتأكد من حالة الشنابر ولو المحرك سليم المفروض الضغط يطلع اعلى من 115 بي اس اي وكمان الفرق بين اعلى واقل سلندر ما يزيدش عن 10% انما لو الضغط طلع اقل من كده وقتها المحرك مش هيقدم اداء جيد وهتلاحظ ان عزم السيارة قل بشكل واضح ثالثا انسداد بل في التبخير لو لاحظت ان فيه دخان ازرق طالع من الشاكمان بشكل مستمر ومش بيختفي يبقى اول حاجة لازم تفحصها هي بلف التبخير او البي سي في فالف لان البلف ده لي وظيفة مهمة جدا وهي انه بيسحب الابخرة اللي بتتكون داخل المحرك نتيجة احتكاك الزيت والحرارة العالية وبيرجعها تاني على تلاجة المحرك علشان تتحرق بشكل نظيف وتقلل الانبعاسات ولكن لو البلف ده تسدق او تلف اللي هيحصل ان الضغط داخل المحرك هيزيد وده معناه ان الزيت هيبدأ يختلط بالهوى والغازات والخلطة دي لما توصل لغرفة الاحترق هتتحرق وتتحول على طول لدخان ازرق طالع من الشاكمان يعني باختصار بلف التبخير التالف ممكن يطلع لك دخان ازرق يحيرك بس الحسن الحظ تغييره بسيط فلو شكيت فيه ما تتأخرش طيب هل ينفع تمشي بالسيارة وهي بتطلع دخان ازرق من الشاكمان؟ في بعض الحالات مفيش مشكلة تمشي بالسيارة يومين او تلاتة وهي بتطلع دخان ازرق بس المهم تعرف السبب وتتصرف بسرعة قبل ما المشكلة تكبر وتكلفك اكتر يعني مثلا لو السبب هو ان بلف التبخير مسدود او جلد البلوف فيها تشققات فالافضل انك توقف السيارة وتصلح المشكلة بسرعة لان التأخير ممكن يزود استهلاك الزيت او حتى يسبب تلف اجزاء تانية في المحرك ولكن لو المشكلة بسبب ضعف الشنابر فده موضوع اكبر شوية وفي الحالة دي ممكن تستخدم مؤقتا زيت تقيل شوية زي 20W50 علشان يقلل تسريب الزيت لغرفة الاحتراء وتكمل مشاويرك لحد ما تصلح المحرك بس في كل الاحوال ما تأجلش التصليح لان وقتها التكلفة هتبقى اعلى بكتير في نهاية حلقتنا نكون وضحنا اهم المعلومات اللي محتاج تبقى عرفها عن اسباب خروج الدخان الازرق من الشاكمان علشان تقدر تميز السبب وتعرف امتى تكون فعلا محتاج تروح لمركز صيانة قبل ما المشكلة تكبر وزي ما بنقول دايما التشخيص المبكر والمتابعة الدورية هم مفتاح انك تحافظ على سيارتك وتوفر على نفسك مصاريف انت في غناء عنها شكرا لمتابعتكم واستنونا في حلقة جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة